مدام عملنا جنبري بها الوصفة التانية برضو ليه علاقة بالسمك إن شاء الله يعني الوصفة التانية هتكون السمك المقلي المقرمش هنعمله بتدبيلة حلوة جدا وسهلة قوي وهنخليه مقلي مقرمش كده خطير أحلم اللي بناكله من بره بكتير قوي فضيع والوصفة الأخيرة هنعمل نوعين من الصلطة يليقوا جدا مع أكلة السمك سوسات سمك أول سوس هيبقى سوس طحينا كده زريف قوي والسوس التاني سوس مايونيز هنعمله علشان ناكله مع السمك الفلي المقرمش إن شاء الله تبقى الحلقة زريفة وحلوة ومشجعا أنتوا تعملوا الأكل بنفسكو في البيت إن شاء الله هنقول مقادير المقارونا اللي سباكتتي بالنجريسكو يعني بالجنبري معي مقارونا مقارونا سباكتتي مسلوقة كيس كسين حسب ما انت بقى هتعملي احنا هنا طبعا كمية اللي عندي دي كمية كبيرة مش هستخدمها كلها تقريبا كيس مقارونا بتسلوقي وطبعا خلي بالكبالاش نسلوق المقارونا زيادة عن اللزوم ده اللي بيخليها تعجن وتبقى وحشة ومتبقاش عارفة تتصرفي فيها خالص ولا تكليها ولا أي حاجة سلوقي المقارونا تكون فيها قرشة خفيفة كده يعني بعد ما يعدي تقريبا سبع دقايق مثلا أو ست دقايق ده لو مش مكتوب على كيس المقارونا يعني اسحبي لك واحدة كده وشوفي إيه الأخبار بتقطم سنة ولا لسه نيأ ولا إيه ظروفها بس ما تسبيهاش تستوي زيادة عن اللزوم وبنصفيها من المية ومعلقة زيت كده ولا معلقتين زيت وتتفرفط علشان ما تبقاش معجنة ولزقه بعضهم تمام البشاميل اللي بقى معايا معلقتين كبار من السمنة معايا هم تقريبا تلات معلق كبار من الدقيق أوكي عليهم لتر لبن كباية لبن حليب يعني لتر لبن حليب كباية شربة شربة لحمة أو شربة فراخ أو شربة سمك أنا اللي معايا شربة فراخ هستخدم شربة الفراخ في النجريسكو اللي محشية جنبري أيوا تمام ومعايا كمان معلقتين كبار من الجبنة الكريمي اللي هي الجبنة الكبايات دي بتدي طعم حلوة قوي مع البشاميل ما عندي كيش ممكن تستدليها بجبنة المسلسات أو جبنة رومي مبشورة جبنة شدر مبشورة نحط كده مثلا معلقتين كبار ولا حاجة هيخلوا البشاميل اللي طعمه كده فيه نكهة جبنة بيبقى لذيذ جدا بياخد البشاميل اللي كده في حتة تانية فضيعة ملح وفلفل اسود ورشة من جسط الطيب ويبقى كده احنا خلصنا إيه البشاميل معانا كده المكرونة ومعانا البشاميل يتبقى بقى الحشوة بتاعة الجنبري عبار عن إيه؟ معايا جنبري اللي هو البيبي شريمس دوت الجنبري الصغير طبعا متأشر ومتنظف وزي الفل طبعا موجود منه المجمد تستخدميه مفيش مشكلة خالص عادي احنا اللي معانا ده مجمد فانا معايا جنبري حجمه وسط لصغير شوية متأشر وجاهز هحتاج له مكعب زبدة مع معلقة زيت هحتاج له كمان فصين من الطوم المفروم ملح وفلفل اسود هحتاج كمون هحتاج رشة خفيفة جدا من الشطة هحتاج كمان طوم بودرة معلقة صغيرة من الطوم البودرة ممكن بقى برضو هنحط الزتون شرايح ممكن فلفل ألوان شرايح ممكن كمان جبنا شادر جبنا موزاريلا لا فيش مشكلة زي ما احنا عايزين مع الخلطة بعد ما الجنبري خلاص بيستوي ونحطه كحشوة في النص بتاعة صنية النجرسكو بس كده وصفة سهلة جدا جدا وزريفة او ان شاء الله هتاجبكم انا عايز ابتدي اول حاجة بالبشمال تمام؟ من كده سخنت ونحط السمنة ونحط كده هم معايز دقيئ كده يلا يسالنا هذه الدقيئ ونحط على طول اللبن اللبن ليس سخن لكي تبقى مسيطرة على البشامان لان لو اللبن سخنة هتلاقي كل حاجة كده قفشت معاك بسرعة لكي مش لاحقة تزبوط الدنيا نحط بقى ملح تلفل ونحط مكعب مرأ ونحط الجبن الكريمي من هي الجبن الكوبيات زي ما اتفقنا بتعمل طعمة في البشامان اللي ايه تحفق هنحط رشة من جسل الطيب كفاية كده نقلب الكلام لكله كده مع بعض هيبقى بس ايه فاضل لنا الشربة ننس كده هيدا بس البشامان اللي ايه يغلي ويبقى تمام التمام في أثناء بقى ما البشامان اللي بيشد حلو عايزين نزبط الحشوة بتاعة الجنباري أنا معايا هو الجنباري تمام متنظف وزي الفل هحط عليه رشة ملح وفلفل ملح فلفل شوية فلفل كمان كده هو هنحط كمون رشة كمون هنحط رشة شطة كفيفة جدا هنحط طم بودرة او ممكن نحط طم صحيح زي ما انتم عايزين كده ومعايا بقى الزبدة ومعايا زيت هاجي هنا عدد طاصة هحط شوية زيت الأول قبل ما نحط الزبدة كده نحط زبدة كفاية كده لأخبارك أيها بشاميل ومعايا بقى الزبدة هقوم نازلة بيه كده لا يأخذ وقت خالص علشان يستويه أنا حطيت له طوم بودرة لو أنتم عايزين تحطه طوم فرش لا يوجد مشكلة خالص بدل الطوم البودرة نحط طوم فرش البشاميل له تماماً مثل الفل نعلي النارة على الجنباري نغير العين لكي العين أقوى لا يريد الجنباري بسرعة يزبط لأن البشاميل لهذا غلي تماماً نصمكه جميل ويبقى تقيل عيزية خفيف شوية لسه هيتقل لما كمان نقفل الصنية وندخلها الفرن جنباري بس يادوب ورحته طلعت طبعاً يادوب بس يغير لوله ويبقى جاهز وتحط في الحشوة في هذه الأسناء بقى معي الصنية الحلوة دي بس كده إيه؟ نفضي مكان ونروأ الدنيا عشان تشوفه معي ويبقى طغمها بقى حلوة قوي بدل الفراخ إيه؟ جنباري كده وإيه؟ هنا لسه معنا فلفل ألوان وزتون وجبن هنخليهم هنا كده على جنب ومعي الصنية الزريفة هنا هنحط فيها شوية زيت حاجة خفيفة هدهن الصنية بشوية زيت قبل ما نحط بشمال علشان بس البشمال يبقاش لازق فيها تمام ممكن بمنديل كده أوزع معلقة الزيت الصغيرة دي في الصنية كده ونجيب الكبشة الحلوة فين الكبشة؟ ممكن نستخدم دي فريحة الجنباري طلعت الله 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 عليه عايز أجيب حلة البشمال اللي هنا جنبي بقى هنحط كده طبقة من البشمال ومعي الماكارونة لازبة كده اهو مسلوقة وعظيمة ناخد منها كده ونفرد بهذا الشكل الظريف ونقوم حطن لها بردو كده ايه بشمال باست كده أخبارك ايه يا جنباري نص الجنباري كده هايل ويجنن أحطه كده رحته طحفة كده ها هاتعجبكو قوي قوي الوصفة الناس اللي بتحب الجنباري بقى والحركات دي هاتعجبكو جدا تحفة هاتعجبكو جدا هاتعجبكو جدا هاتعجبكو جدا نفرد كده الجنباري زي ما قلتلكم بقى انا معايه شوية فلفل الوان ممكن نحط او لو عايزين تشوحوا مع الجنباري اصلا بردو مفيش مشكلة بس انا هحط كده لان هحط حب صغيرين اصلا مش كتير وعن شوية زاتون كده بردو مش كتير هحط بشامال اللي كمان عليهم شوية جبنة شادر شوية جبنة مزاريلا وطبقة تانية من الماكارونا كده كده لهذا الشكل الزريف كده هون ونحط لها بقى البشامال كده 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 وبعدين هنفرد بقى جبنة من فوق وندخلها الفرن هتشوفوا بقى شكلها فضيع ازاي وطعمها بقى كمان يهبل هنحط جبنة فرن سخن درجة حرارة 200 وهندخلها تقريبا نص ساعة زي ما بنعمل بقى مع الماكارونا البشامال العادي خلال 30 دقيقة كده ولا حاجة وهتلاقوا بقى ايه الصينية جهزت واخدت لون تحفة والجنباري بقى مع البشامال وزي ما انتو شايفين انا عاملة البشامال الخفيف البشامال الخفيف ده بقى تحفة معاها بقىش مكتل كده لا وطبعا انتو زي ما تحبوا يعني الحاجات دي كلها بتبقى ازواق بس انا بقولكو يعني زوقي في الصينية دي عايزين بقى ننظفوا اي حاجة لان لما هتدخل الفرن زي ما انتو عارفين كل الحاجات البرزة دي من البشامال او من الجبنة هتنشف وهتجمد في الصينية هتخلي شكلها وحش وكمان هتغلس عليك وانتو بتنظفيها بقى تلاقي بقى بشامال اللي لازق كده على وضعها الزريف ده هدخلها فرن سخل لدرجة حرارة 200 لمدة نص ساعة وان شاء الله على اخر الحلقة تكون استويت وخدت وش جميل عشان نقدمها وعندنا بقى بعد الفاصل السمك الفليه المقرمش بوصفة سهلة جدا وتدبيلة بسيطة خالص بعد الفاصل فخليكم معنا